وأنا بأخذ الشخصيات دي من الحاجات اللي أنا شفتها من واقع الحياة يعني من واقع الحياة النماذج الإنسانية اللي بتشوفها في حياتك كان عندنا حنوتي بتاعنا في الدراسة في جنب سيدنا الحسين زمان حسن الدواياتي خالقاته خدت النموذج ده من واقع الحياة وقديته في السينو فأعمل إيه؟ فكرت بقى إن لما يطلح غضبان بقى وقول صبيه قوم بينا يطلح برة أخذ سينة برة في حوش الصراية بتاعت الباشا متوسيكل يروح الحنوتي يركب على الموتوسيكل ويركب صبي وراه ويحط السبت اللي جايبه في بتاعة السبت بتاع بتاع متوسيكل في الجانبية بتاعت الموتوسيكل يحط السبات ويركب صبي وراه ويطلع بالموتوسيكل فما عرفش هركة بموتوسيكل قمت جبت واحد علمني وستعديت للدور ده بالشكل ده فلما حصلت السينة ده هيت الناس ضجوا بضحك حاجة غريبة الشكل لان فيه مفرقة بقى هنا بين الحنوتي ولبسه وركوبه متوسيكلة ويوم تاني مع صديقة نجيب الرحاني الله يا محمد صديق المرحوم نجيب كان مرة بيكتب سيناريو في رواية غزل البنات غزل البنات دي رواية هو تقريبا اللي وضعها وكتب السيناريو بتاعها واللي كان بينتجها ويخرجها المرحوم الأخ أنور وجدي فطلبوني أني أشتغل دور في الرواية دي فجي أنور في يوم اتصل بي وقال لي تعالى يلحقني قلت له ايه روحت له قال لي السيناريو نجيب تعبني جدا قلت له ليه قال لي نجيب أستاذ مسرح الحوار اللي هو بيكتبه مسرح مش سينما أنور حساس في النقطة دي قوي وأنا فاهم لتنين عارف لتنين قلت له طبع لازم يكتب كده قال لي شوف لك طريقة أنا خايف فاكلمه مش قادر أكدمه في الحكاية دي يعني باحترامي له وشخصيته الكبيرة دي هي ما نش قادر أكلمه رغمًا عن أنه هو المنتج والمخرج قلت له لأ ما لكش دعم بس هتكتمعه وإمتى قول لي وأنا أجا طبع عليك وعلى غفلة كده من غير نرحاني ما يعرف من غير ما يعرف أن حكاية متبضبة وفعلا حصلت وجيت وقعد وقروا 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 لي شوية وبعدين قلت له إيه ده يا أخوانه لا حوار السينما ما يبقاش كده ده حوار السينما لما كتب حوار السينما زي مكتب تل غراف كل ما أقدر أحذف كلمة يكون أحسن فألا أعمله كده وبعدين قام نجيب قال لي الله ده صحيح والله قلت له ما هو آه ما اللي بتكتبه ده حوار حوار حلو جدا وكلام يعني لما تحب تقعد تشيل منه تبقى مستخصر انك تشيل الكلمات دي والجمل اللطيفة دي والأفكار الحلوة دي إنما لا ما يبقاش كده لا شوفوا لكم طريقة ما يصاحش كده أبدا بس أم جينا جيب قال لي لا بقى تعالى أنا معرفش في الحكاية دي تعالى أقعد معايا وأنا بكتب قلت له حاضر بقيت أقعد معا يمليني وكتي بقول له لا بلاش الجملة دي لا ما نشفهم إيه لا نعمل إيه إن كتب السيناريو بهذا الشكل في أمان الله وتمثلت الرواية وعملت في الدور الشهير وعملت في الدور بتاع المرزوق فندي ده يمكن من الأدوار اللي اللي براحت بيذكرها دايماً لسيد عبد البارس عبد والله زمان مع ودن الحكيم اشتركوا في القناة